اشتركوا في القناة في صفحات التواصل الاجتماعي ريت انه من الضروري نجاوب عليهم في الفيديو هذا فمشكون يقول انه ترشح زهير المغزاوي هو مجرد ديكار باش يمهد الطريق لعهدة ثانية لرئيس قيس عيد لخيان هذو منحب نقولهم انه كان من الساهل علينا ندعمه مرشح السلطة ونكونه في موقع رفاهية وبالتالي ممكن برشا بعد الانتخابات نفوضه على مواقع ومناسب ونحن مرتاحين لكن اللي يعرف زهير المغزاوي وتاريخه السياسي والنقابة على امتداد اكثر من 40 عام يعرف امليح انه عمرنا لا كنا ولا باش نكونوا انتهزين ولا شهود زور لانه هدفنا مش مناصب شخصية وهذا سبقه انه تعرض علينا في مختلف المراحل واللي يعرف زهير المغزاوي يعرف امليح انه ما يخافش وكيف يدخل في تحدي مشروعه فيه المصحة الوطنية يكمله للاخر هدفنا هو حل ما تجمع التوانسا في تونس اخرى ممكنة لهذا نقول للناس الكل اللي على حسنية واللي على سونية اللي تحب تصنفنا في الخانة هذه اراكم للأسف اخطأتم العنوان ثم الناس اخرين اللي في عوض يعطيونا الحصيلة متاحهم في الحكم بلا حيال ولا خزع بلات ويجيوا لمواجهتنا في مناظرة تلفزية امام 12 مليون تونسي وتونسية باش يعرفوا يختاروا على اساس البرامج والافكار مش على اساس التفصي من المسئولية والشعارات وحملات التشويه اللي ما عادش توكل خبز الناس هظم للأسف يروجوا في كذبة كبيرة وعنوا انه زهير المغزاوي ينجم يكون مطية ليرجاع منظومة 24 جويلة للحكم الحقيقة الكلام هذا مردود على صحابه وما ينجم كان يعبر على حالة افلاس سياسي واخلاقي وان كان نحب نوري للتوانسة انه منظومة 24 جويلة ومنظومة 25 جويلة زوزرهم توانسة يمثلوهم توانسة ومهما اختلفوا بناتهم فانه القانون هو الفيصل وتونس تتسع للجميع على قاعدة المراكبة والبناء والاتعاذ من الأخطاء والتوجه نحو المستقبل لانه غدوة يبدأ اليوم ولانه التوانسة فده من الصراعات العبثية اللي دمرت البلاد وخلات قطار التنمية والديمقراطية يوخر للناس هو من الكل نحب نقوله بصوت عالي وبدون مواربة زهير المغزاوي لا يخجل لا من تاريخه ولا من قناعاته ولا من خطه السياسي اللي هو خط سياسي مبدئي عمره لا بيش يتبدل زهير المغزاوي هو مرشح تونس أخرى ممكنة زهير المغزاوي هو مرشح الأغلبية الشعبية في الداخل والخارج أغلبية اليوم والتي تتعاني من الخوف والترهيب اللي مصلت عليها بسبب المرسوم سيئ الذكر المرسومة 54 لسلب منهم المواطنة امتاحهم وحقهم في التعبير والتفكير والنشاط السياسي والنقابي والمدني زهير المغزاوي هو مرشح متحرم الحسابات الضيقة ومن نفوذ المنظومات واللوبيات ومن قيود الإيدولوجيات زهير المغزاوي هو مرشح الدولة الوطنية الاجتماعية لتضمن الحق في الصحة والحق في البيئة والحق في تعليم عمومي جيد وعصري والحق في نقل لائق ومتطور والدولة لتكرس العدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية والحريات الاقتصادية زهير المغزاوي هو مرشح في خدمة كل الأجيال والفئات والجهات زهير المغزاوي هو مرشح كل التوانسة على قاعدة الدستور ودولة القانون والحقوق والحريات اللي نوعدهم باش نسعر على احترامها زهير المغزاوي هو مرشح القضاء المستقل والعادل والناجز مش قضاء التعليمات والتلفيق والأرقم تعزيد وعمر زهير المغزاوي هو مرشح الأمن الجمهوري والجيش الوطني القوي اللي يحمي البلاد ويساهم في التنمية زهير المغزاوي هو مرشح الأمل والعمل والمشاريع الكبرى اللي تنهض بالبلاد وتخلق ديناميكية اقتصادية جديدة زهير المغزاوي هو مرشح الكفاءات والإداريين والموظفين والعمال والفلاحين والصناعين والأطباء والممرضين والمهندسين والمحامين والأساذة والمربين اللي يجورهم زهيدة وعموم المهمشين لأنه مثل ماش قائد سياسي اجمحهم على مشروع عنوانه تونس أخرى ممكنة زهير هو منتوج تونسي خالص مئة بالمئة لا شرقي ولا غربي ولكن هو زاد مرشح ديبلوماسية أخرى ممكنة ديبلوماسية منفتحة تعطي مكانة كبيرة لتونس في العالم وترافق التونسي ويد مكان وتقدم له خدمات وتحترم حقوقه كمواطن بقطع النظر على البلاد اللي يراش فيها وتلعب دورها بالكامل في نصرة الحق الفلسطيني بقرارات وإجراءات ملموسة مش فقط بالخطابات والشعارات الرنانة تونس أخرى منفتحة للجميع منفتحة لجميع الدول باستثناء اللي الميت سماوش تونس اللي تتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على قاعدة المصالح والند لند بلا إبلاءات ولا شروط تمسم السيادة الوطنية التوانسة اللي في الخارج ثروة وطنية مهدورة حان الوقت باش نردوهم الاعتبار ونمكنوهم باش يساهموا معانا في بناة تونس أخرى ممكنة كيما نقول مرة أخرى أنه تونس لبلاد العظيمة هذه ما تنجمش تكون تابعة اللي حتى تحالف وتاريخها وكرمتها وشعبها ما يسمحوا لهاش باش تخدم عساس عندها التحدي زهير المغزاوي هو مرشح المتقعدين اللي أصبحت كرمتهم مهانة في بلادهم المتقعدين اللي خدموا وتعبوا وساهموا في بناء الدولة هذه لكن للأسف ما همش قاعدين ياخدوا في حقوقهم كاملة لأنه الصداديق الاجتماعية بوفلسة كما تعرفوا ومتجرى حتى رئيس دولة أو رئيس حكومة أو برلمان باش يعطيها الأولوية للإصلاح بما في ذلك اللي يحكم اليوم زهير المغزاوي هو مرشح باش يكون في خدمة قرابة مليون بطال هو زادة مرشح باش يكون على ذمة الشباب اللي يحب يخدم واللي يحب يملك في بلاده دار وكرهبة وقطعة أرض واللي يحب يعمل مشروع واللي يحب يعيش حياة كريمة في بلاده زهير المغزاوي هو مرشح في خدمة المرأة التونسية اللي هي عمادة الأسرة والمجتمع والاقتصاد واللي هي ساهمت في بناء دولتنا واللي الدولة مطالبة اليوم باش تعطيها حقوقها الكل وتحسن وضحها الاقتصادي والاجتماعي زهير المغزاوي هو زادة مرشح الرأس المال الوطني اللي يحب يستثمر واللي يحب يساهم في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل واللي كبلاته التعقيدات البيروقراطية ومنظومة الفساد والابتزاز والريع التفايلي من أجل التوانسة هوضموا كله غيرهم زهير المغزاوي ترشح باش تونس تفتح صفحة جديدة في تاريخها رغم الخيبات اللي عشناها زهير المغزاوي يترشح زادة باش يكون رئيس وبعد فترة يغادر الحكم في إطار التداول السلمي على السلطة يخلي أثر إيجابي كما زعماسي السليلين الكبار حول العالم زهير المغزاوي طموح أنهار اللي باش يسلم السلطة حب يدخل التاريخ من الباب الكبير كما دخل الرئيس نولا دا سيلفا التاريخ في البرازيل وقت اللي يخرجه في حصيلة انتشال 20 مليون برازيلي من الفقر مش بحط الناس في الحبوسات بمرسوم يضايق على حرية التعبير والإعلام وباتهام معارضين له بالتآمر ما غير ما يقدم حتى دليل على ذلك مع زهير المغزاوي تونس باش تكون للتواسل كل لأنه لا خوف ولا رعب وقت السلطة تكون بيد الشعب مع زهير المغزاوي رئيس الجمهورية المعارضة بيد في دارو مطمان طالما معارضته تكون في إطار القانون كما التعينات باش تكون على أساس الكفاءة مش على أساس الولاة والعطاية لتحسين الوضع الاجتماعي للمقربين من العيلة ومن الحزب مع زهير المغزاوي تونس لتواسل كل في إطار دولة القانون والمؤسسات تونس الكفاءات مش تونس الهوات تونس البناء مش تونس الهدم تونس الناجحة مش تونس الفاشلة تونس الرقمية مش تونس الورقية وتونس هرجع بدوة تونس الذكاء البشري والاستناعي كذلك مش تونس التكلس الفكري والعجل السياسي مع زهير المغزاوي رئيس الجمهورية يكون موظف في خدمة التواسل كل المعارضين قبل المساندين مش رئيس فوق المحاسبة رئيس يسمع نبض الشارع وينفتح على الأعلام وعلى النقابات والأحزاب والمجتمع المدني ويقبل بمبدأ المسألة رئيس يجمع ولا يفرق رئيس صارم في احترام القانون وفي احترام حقوق المواطنين مهما كانت مرجعياتهم السياسية او الفكرية مش رئيس متع منظومة منفصلة على الواقع المجد للشهداء والعزة للوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته